أبدأ معك من بيروت سيد أمين إذا كان هناك رفض قاطع لمسألة الاستقالة ولن يستقيل جورج قردحي إذن كيف ستنتهي الأزمة برأيك مع هذه التدعيات المستمرة بعد تصريحاته من الواضح أن هناك أزمة منتزوجة الوجه أولا داخلية يعني قرار الاستقالة مرفوض من جهات سياسية لبنانية فاعلة وأساسية وفي حال أصر الوزير قردحي على موقفه من الطبيعي أن يكون هناك موقف لأفريقاء آخرين داخل الحكومة وخارج الحكومة مطالبة بالاستقالة أو أنها قد تقوم هي بنفسها بالاستقالة إذن حكومة نجيب الميقاطي بهذا المعنى صارت في شبه مشلولة يعني سأصلحت مثل البطة العرجة هذا من جهة الجانب اللبناني من الجهة الأخرى طبعا هناك انتظار لمساعي تهديئة من قبل وسطاء هناك زيارة لوزير خارجية القطري في هذا الشأن وهناك كلام أيضا عن مساعي أمريكية من أجل التهديئة البعض يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى فعلا أن تسقط حكومة الميقاطي لأنها الأمل الأخير لإجراء انتخابات ولبدء مفاوضات مع صندوق النقد وإلا فأن الوضع في لبنان قد ينهار بالشامل ونصل إلى فوضى شاملة لا يبدو أن أحد يريده اليوم وتحديدا على ما يبدو أن الأمريكيين لا يسعون إلى ذلك لكن باعتقادي أن هذه المسألة تجاوزت الحدود من الصعب بمكان حلها بسهولة لأنها فعلا صارت مرتبطة بالمشهد الأقليمي ويبدو أن الأسباب الحقيقية بدأت تتكشف بعد أيام من القرارات السعودية والقرارات الخليجية مع لبنان ترجمة نانسي قنقر